معرض الكتاب بالتحديد وإزاي الهيئة طرحة مجموعة كبيرة من السلاسل والأعمال وأسعارها كويسة وأنا حتى كنت بقول قبل الفقر على طول أنا كلمت كم أصدقاء راحوا المعرض كله فرحان فرحة والله بتكلم بجد لكن أنا هاخد بعضي وأطلع على جزء من حلقة مبارح وأنا بتكلم على الشعر كلون أدبي عظيم مظلوم طول الوقت بين الرواية وما بين القصة القصيرة فكل اللونين يتنزعان على العرش والشعر يبقى يعني إيه اللي هو مش واخد حقه مع إنه مفترض ياخد حقه تلت ومتلت أكتر من كده ليه لا هي نحن يعني بنعيش لحظة تاريخية يعني هي فرضت تراجع إلى حد ما ليس فقط في الشعر إنما في الكتابة أو الأدب لصالح الصورة ولصالح مفردات أخرى جديدة حضرتك بتقول ممكن يبقى الشعر مثلاً مظلوم أو متراجع في يعني ممكن في أماكن أخرى مثلاً في أوروبا هذا غير يعني موجود يعني لا في تواجد قوي جداً مثلاً للشعر في ندوات في مدن صغيرة يعني وليس فقط مدن كبرى أو عواصم كبرى في جمهور كبير جداً للشعر يعني أنا شايف أنه ليس تراجع ولكن هناك تعدد مستوى اتجاهات يعني أنه نحن 100 مليون مثلاً 110 أو هكذا في عدد كبير جداً بيقرأ للشعر على فكرة وفي عدد بيقرأ الرواية لكن التركيز على الرواية أصبح في جزء منه هو الجوائز يعني ده عمل زخم شوية في التركيز على الرواية لكن في العموم أنا يعني أرى أن هناك تقارب في مستوى القراءة يعني إلى حد ما بين الأنواع الأدبية ربما تكون الرواية أكتر مثلاً لكن لا هناك في قراءة للشعر بشكل أو بآخر يعني ما نقدرش نقول فيه فرق كبير أو فرق شاسع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن الشعر موجود بأشكال تبدو في أحيان كثيرة غير مباشرة يعني هو موجود في المسرح موجود في كتابات يعني ليست شعر مباشر لا أظن أن الحياة تستطيع أن تتخلى عن الشعر يعني في اللحظات التاريخية المعقدة أو المركبة التي هي ممكن تبقى على لحظات محورية التي هي أحيانا تبقى غير مفهومة أو الكتاب لم يستوعبوا هذه اللحظة حتى تكتب في المسرح أو تكتب في الرواية أو هكذا بيعبر عنها الشعر ودي لحظات تاريخية عديدة جداً يعني يمكن بعد الحرب ما بين الحربين وما بعد الحرب العالمية الأولى والتانية حصل أنه فيه يعني اللي عبر عن هذه الأحداث الصادمة كان الشعر طيب ما يمكن لأنه لم تعد هناك أحداث صادمة وارد أو الحمد لله أنه ما فيش أزمات كبرى بس نتيجة أنه لا توجد أزمات كبرى وبالتالي محلولة أزمة الشعر لا يوجد ما يؤزمه وبالتالي ما عنديش حركة شديدة النشاط في المجتمع الشعري الأزمة الإنسان ستظل يعني من يتجه إلى الشعر أو يتجه إلى الفلسفة هو يتجه إلى الأسئلة يعني يتجه إلى أشياء لكن أزمة الإنسان الإنسان موجودة دائماً يعني ليست أزمة اقتصادية أو أزمة فيه يعني بسبب الحروب أو إلى آخره لا هناك أزمات يعني بتاخد أشكال أخرى أنا ما أقصده أن القراءة بشكل عام فيها مشكلة يعني الاتجاه نحو الصورة نحو وسائط أخرى وخاصة في الدول العربية وهذه المنطقة هو سبب من أسباب التراجع يعني أنا لا أرى أنه فيه تراجع مثلاً قوي جداً في الشعر لصالح الرواية بشكل شاسع يعني فيه نسبة طبعاً لأنه الميل للحكي أو للسرد ماشي أوكي يعني ممكن يبقى شيء طبيعي في بعض الأحيان لكن الفرق مش كبير يعني ليس يعني بالدرجة الكبيرة أنا ظن لو أن هناك جوائز للشعر ربما تكون الأمور يعني مختلفة لأنه عدد الجوائز اللي في الرواية كبير كبير جداً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه أنت ليس لديك روايات راسخة في الفتح يعني تقرأ تستطيع أن تستمر أنت ما زلت حتى الآن تقرأ النجيب محفوظ وتقرأ يوسف إدريس وتقرأ محمد عبد الحاليم عبد الله وإحسان عبد القدوس ويوسف ما زالت هذه الأعمال راسخة حتى البست سيلر بيستمر لفترات مؤقتة في الفترات السنوات الأخيرة طيب هنطلع طيب حاضر هنطلع فاصل لك أنا عايز بعد الفاصل يمكن هنقش الطرحة كنت قلت أنه أن التراجع القراءة أو تراجع المناح الأدبية أمام الإقبال على الصورة هو سبب من ضمن الأسباب هو أحد الأسباب طيب طيب أنا ده بيخليني قعد أفكر أنه ممكن أنه تكون الصورة وده كان حاصل قبل كده كتير هي الصورة تبقى مأخوذة عن الرواية أو عن قصة قصيرة يعني طلب أخذنا أفلام عن يوسف إدريس في قصة قصيرة وأفلام أخرى خدناها عن تنفيق الحكيم المنجي المحفوظ وهكذا يعني فكرة الأخذ عن الأدب ده هيدي لي بالمناسبة منتج سينمائي أو درامي أو بطبيعة الحال مصرحي أكثر قوة وثراءا واستمرارية ويشجع الحركة الأدبية أكثر إن لم تكن الجوائز قائمة لأجل هذا التشجيع ترجمة نانسي قنقر